تشكيل الكتلة النيابية الاكتر عددا وتوزيع رئاسات الثلاث بين الكتل السياسية الرئيسة وتسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء وحصاص القوى من الحقائب الوزارية قضايا رئيسية استحوذت على اجواء الحوارات واللقاءات التي جرت بين الكتل النيابية الرئيسة فيما غاب عنها الاتفاق على البرنامج الحكومي او حتى مناقشة هذا الملف والسبب في ذلك هو الصراع المحموم لهذه الاطراف على السلطة وتحقيق المغانم والمكاسب السياسية اضافة الى فقدان الثقة فيما بينها بحسب متابعين عدم وجود البرنامج السياسي وعدم وجود البرنامج الحكومي سببه واحد وهو عدم الثقة بين المكونات السياسية اولا وثانيا لان الكل يطمح ان يستحصل على المزيد من المكاسب والمغانم اذا ما وضعنا برنامجا حكوميا وسياسيا لهذه الكتل فان معطياتها ستتحدد ومغانمها ستحدد كيفية النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي للبلاد ومعالجة الازمات التي تعصف بها وتحسين المستوى المعاشي للمواطن والتصدي لمشكلة الفساد المالي اضافة الى حصر السلاح بيد الدولة وانهاء هيمنة الاحزاب السياسية ولجانها الاقتصادية على المؤسسات الحكومية ابرز ما يجب ان يتضمنه البرنامج الحكومي الا ان المحاصصة الطائفية والحزبية غيبته بحسب اخرين ان كل حكومة تأتي لا تمتلك اهلية القيام ببرنامج حكومي مشترك بسبب محاصصات هذه الوزارة لفلان جهة وهذه الوزارة لفلان جهة وكل وزارة بل كل مديرية عامة في وزارة تؤدي برنامجها الخاص بها والمتعلق بتوجهات الكتلة التي ينتمي اليها المسؤول قناعة الكتل الرئيسة المتصدية للمشهد السياسي بعدم قدرتها على الاتفاق فيما بينها على تحقيق اي برنامج حكومي مشترك لوجود تحديات وعراقيل ستقف امام تنفيذه سبب الرئيسي على اهمال الكتل مناقشة اي برنامج حكومي خلال حواراتها وفق مراقبين نحتاج الى برنامج حكومي وتنفيذ هذا البرنامج لكن بوجوه جديدة وكذلك بمنهج جديد يرسم لأربع سنوات مقبلة وتفتح كل الملفات التي اوصلت البلاد الى هذه الانهيارات الكتل الرئيسة التي ابتعدت في حواراتها عن طرح برنامج حكومي مشترك هي ذاتها التي دخلت العملية الانتخابية بحملات وشعارات تضمنات برامج سياسية تهدف الى تقوية الحكومة الجديدة محمود فؤاد الحرة بغداد